عملية إطلاق نار جديد في مدرسة تود بحياة ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وتهز الشارع الأمريكي المشتبه فيها فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً طالبة سابقة بالمدرسة وبحسب التحقيقات الأولية فإن منفذة العملية خططت لكل شيء منذ مدة وجمعت خرائط مفصلة للمدرسة تضم نقاط التفتيش والمراقبة والدخول والخروج حتى إنها كانت مستعدة لعملية أوسعة وللمواجهة مع قوة الأمن عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن اقتحمت أدريهيل ببندقيتين هجوميتين على الأقل ومسدس مدخلاً جانبياً لمدرسة ذي كونفيننت وهي أكاديمية مسيحية محافظة وشقت طريقها بينما كانت تطلق النار إلى حين قدوم الشرطة بعد نحو 15 دقيقة من تلقيها أول مكالمة طوارئ وبحسب السلطات الضحايا الست هم طفل في السادسة وطفلان في التاسعة في حين روحت أعمار البالغين الثلاثة الذين قتلوا بين ستين وواحد وستين عاماً بينهم مديرة المدرسة كاثرين كونس يوم دام وحزين عاشته مدينة ناشف الجنوب الولايات المتحدة في وقت لم تشفى فيه البلاد من عشرات عمليات إطلاق النار على المدارس خلال الأوينة الأخيرة وبحسب بيانات أرشيف العنف المسلح فإن 129 عملية إطلاق نار جماعية نفذت منذ بداية العام بينما تقف السلطات عاجزة عن وقف هذه الحوادث التي تزهق أرواح مئات الأبرياء سنوياً مع انتشار كبير للأسلحة النارية المرخصة لتبلغ نحو 400 مليون قطعة سلاح ناري من جهته جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوته لإعادة قانون فرض الحظر الذي يعارضه الجمهوريون ويدافعون بشرسة عما يعتبرونه حقاً دستورياً بحيازة السلاح علينا أن نبذل المزيد من الجهد لوقف العنف المسلح إنه يمزق مجتمعاتنا أدعو الكونغرس مشدداً إلى تمرير حظر الأسلحة الهجومية عملية أعادت إلى الأذهان الجدل القائم في البلاد بشأن إعادة فرض حظر وطني على البندقية الهجومية الذي كان قائماً بين عام 1994 و2004 سبأ أسبوع تيريتي عربي ترجمة نانسي قنقر